يبقى العايزة رجع تاني وان احنا عابتين بقى الجنبينة اينا هول افيش بتاع ابراهيم لبيض ودي ممكن تبقى حاجة مش متعلقة بالاستاذ وحيدة هتبقى متعلقة بالاستاذ مروع ناس كتير كان انطباعها الاول قبل ما تشوف فيلم ابراهيم لبيض ان احنا هنشوف فيلم اكشن يعني ضرب وشقلبة وحوادث وجري وهروب وتقطيع ودم وكلام من ده وبعدين شوفنا فيلم ما هواش كده احنا شوفنا فيلم عن البني ادمين وده بالنسبة لي كان مفاجأة جدا جدا خصوصا ان اللي كتبه عباس ابو الحسن فعلا كتابة رائعة واحنا متعودناش او مكناش نعرف انا واحد ما كنتش عارف ان عباس ابو الحسن عنده هذه الموهبة في الكتابة يعني اللي هو يخرب عقلك انت ازاي عرفت تخش جوه هذه النفس الانسانية بهذا القدر يجي هنا السؤال الاختيارات بقى وانتو بتعملوا الفيلم ده علشان اللي كتبه عباس ابو الحسن والرؤية اللي في دماغ مروان تتحقق مين في كل اختار واخترته على اي اساس نعم بس عرض علي السيناريو ده بعد ما خلصت فيلم ليلي يعني سنة 2001 او 2008 وده فيلم عبقاري من مناسبة عبقاري فمن بدر جدا ما كنتش حتى لسا عملت عمالتي عقوبية واحنا عادنا فترة كبيرة جدا على بال ما عرفنا ان احنا ننتج الفيلم يمكن 8 سنين رحلة طويلة جدا وانا لما تعرض علي السيناريو في الاول انا اعجبت جدا بالسيناريو وعجبت جدا بالعالم اللي موجود في السيناريو ولكني ما كنتش اعرف يعني حاجات كتيرة من اللي موجودة فيه وعادتكلمت في رحلة طويلة جدا مع عباس هو ايه اللي ورا هذا النص وعادنا نذاكر فيه كتير جدا جدا لحد ما وصلنا للفيلم اللي موجود ولكن ده نص يعني من النصوص يعني بيبقى قليل قوي وتبقى حاجة جميلة جدا لما المخرج يجيله نص اعمل زي كده وده نص كتبه عباس وعادتك انه هو يعني من الحاجات الرائعة اللي هو عملها هذا صحيح انه نريب لابا كان ست ساعات وبعد كده عادت تختصروا طلعت اشعاعات كده لكن الفيلم كان طويل جدا وعادنا مقصة منه لا لا بصنا نحوذك انا دايما او الطبيعي يعني ان انت اي فيلم بيبقى في المونتاج كده بيبقى تتفرغ عليه بيبقى طويل يعني مش مفيش فيلم مثلا لو مدته ساعتين بيتولد ساعتين في المونتاج مش ساعتين مش هستحيل فانا عموما ديكت معايا في كل افلام يعني انا كل افلام عندي دايما بيبقى في الاول كده بيبقى فيه قط ما دي بتقعد بعد كده بقى تعمل تشتغل عليها يعني لحد ما توصل لزمن الفيلم زمن الفيلم اللي انت شايفه مظبوط مفيش حاجة يعني انا مش من الناس المقتنعة ان فيه زمن مثالي للفيلم زمن الفيلم كل فيلم له زمنه هتلاقي مثلا ان انا في عمارة يا عبان تلات ساعات الى تلتة مثلا هتلاقي فيه لازق جزء تاني ساعتين وخمسة على حسب الفيلم محتاج وقت قد ايه ودي حاجة بيبقى قرار في المونتاج قرار اه منتاج يبحث لان اشتركوا في القناة